جوائز الدورة السادسة عشر للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب تسلم للفائزين في مكناس برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي اليوم كانت عنا مباراة أحسن رواق وكذلك أحسن منتج على الصعيد الوطني أحسن واحدة ديال الإنتاج فكانت توزيع ديالها وهذا شيء يخلق واحد دينامية وكيعطي واحد تحفيز جد مهم لا بالنسبة للعارضين ولا بالنسبة للمنتجين وهذا هو الدور ديال المعرض أحسن مشاركة أجنبية نالتها شركة آيسيث إسبانيا إكسبورتاتيون إنبرثيونيس إي بي إي بينما نالت بيوبيف جائزة أحسن تنزيل لإستراتيجية الجيل الأخضر وفازت قوسيمار بجائزة أحسن منصة رقمية بينما منحت جائزة لجنة التحكيم لجي بي سي بابي إي كارتون نحن كنا من المحدودين بهذه الجائزة التي تعطيتنا من طرف سيد وزير الفلاحة ديال أحسن وحدة في القطب الدولي ديال شركة سوموكان شركة سوموكان اللي دارت فيه أحسن دارت فيه أحسن دارت فيه أحسن المجمع الشريف للفصفات فاز بجائزة أفضل رواق بقطب الدعمين ونالت جائزة أحسن المشاركات شركة أخرى من قبيل أفريكا في دند فود و جي آي بي و سوماكون و كونسيرفوري مكنس عيشة و سي أم جي بي دو كاس و بيلينك ماروك و منارة الحوز ترجمة نانسي قنقر